هيلعب محمد اشرف الركلة الحرة للنادي الهالي وسلاح استغلال الركلات الثابتة محمد اشرف يلعب ويعلق عدت مرت لكن التشتيت من لعب الزمالك يقلش مرة تانية يتعدل الفيل يا ولد يا ولد اخطر كورة بعد الهدف ودي التاني مش ممكن يطلق حارس نادي الزمالك يلم محمد اشرف ركل الجزاء ولا ايه قال ايه قال ايه ركل الجزاء ركل الجزاء وفرمان من صبر ابراهيم ركلت الجزاء للنادي الهالي اشارة من اسامة السيد المساعد الاول في هذا اللقاء خد الاشارة وخد القرار اسامة السيد ركلت الجزاء للنادي الهالي ركلت الجزاء في توقيت اكثر من رائع ركلت الجزاء الفيل واللمين والمحمد اشرف هنشوف ركلت الجزاء للنادي الهالي اسامة السيد خد القرار فاش ادنى اعتراض هنشوف فمرة تانية عمر ريس يصوب يساده أدي محمد دي ياسر ياسر لم ركل الجزاء يا جماعة ركل الجزاء بدون أي كلام فاش أي كلام أدي الصورة أدي ده أدي ضرب الجزاء ومعاها محضر أدي ركل الجزاء مع صبق الإصرار والترصد محمد أشرف أدي المشهد أدي الصورة أدي شايفين مخرج اللقاء أستاذة محمد بيومي واده جابهلنا بكل الأوضاع ومن كل الاتجاهات وبحيط واده خد القرار صبر إبراهيم محمد أشرف ركلة الجزاء للنادلالي يلا أشرف محمد أشرف وركلة الجزاء والسيد محمد موجهة الثنائية محمد أشرف لعب النادلالي والسيد محمد وركلة الجزاء هيلعب محمد أشرف 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 جول 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 كل الهدف الثاني عملوها تاني والهدف الثاني للنادي الاهلي القمة تزداد احمراراً القمة تكتسب اللون الأحمر هدف تاني عن طريق محمد أشرف أحمد سراج هيقول للعيب النادي الاهلي نرجع ونعيد ونقول تاني نرجع وندور على الهدف الثالث اتنين لشيء للنادي الاهلي في واحدة من أجمل اللقاءات وأجمل البدايات شوف الملامح شوف ملامح نسر النادي الاهلي على وجه اللهب محمد أشرف قلت لحضراتكم انتظروا هذا الولد الظهير الأيسر القادم للنادي الاهلي هتشوف فيه امتداد كبير امتداد كبير لنجوم كبيرة مرت وعدت وفاتت على الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء